وإلى تونس حيث يواصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابة الرئاسية وبدأ الناخبون المسجلون الذين يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين ناخب صباح اليوم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع التي يقدر عددها بخمسة آلاف في جميع أنحاء البلاد هذا ويتنافس الرئيس قيس سعيد في هذا الاستحقاق الانتخابي مع رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي والرجل الأعمال العياشي زمال الذي يبلغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم تزوير تواقع تسكيات وما يزال سعيد الذي فاز في انتخابات 2019 ب73% من الأصوات يحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين رغم اتهامه باحتكار السلطة وحل البرلمان وتغيير الدستور في حين يتعرض لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني بتهم تصفية الحسابات مع خصومه وخصوصا مع حزب النهضة لمتابعة الانتخابات التونسية معنا من العاصمة تونس مرسلة دي دابليو مبروكة خطير مبروكة كيف سارت العملية الانتخابية حتى الآن؟ نعم في الحقيقة العملية الانتخابية تسير منذ الثامنة صباحا في مراكز الاقتراع بطريقة سلسة هناك عدد كبير من التونسيين ممن توجهوا اليوم إلى صناديق الاقتراع النسبة حسب الهيئة العلية المستقلة دي الانتخابات بلغت في حدود الواحدة ظهرا 14.16% وهي نسبة لم تكن متوقعة في الحقيقة ولكن هناك عدد كبير من التونسيين ممن ما زالوا يتوجهون إلى حدود هذه اللحظة لصناديق الاقتراع التي تغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم وأمامهم ثلاث مرشحين وكنا قد تحدثنا مع العديد من التونسيين ممن أدلوا بأصواتهم واعتبروا أنها محطة انتخابية مهمة وأن واجبهم الانتخابي في التصويت فيهم من يساند هذه المنظومة وفيهم من يعارضها وفيهم من يريد أن تتغير هذه المنظومة من خلال العملية الديمقراطية ومن خلال صناديق الاقتراع مبروك هناك أنباء تتحدث عن إقبال كبير على صناديق الاقتراع رغم دعوات المقاطعة ورغم عدم السماح لعدد من السياسيين بالترشح ورغم المضايقات ما أسباب هذا الإقبال الكبير في رأيك؟ أعتقد أن هذا الإقبال الكبير نابع عن العديد من العوامل ويمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل هناك من يرى أن مواصلة المسار الحالي واجب ولا بد من دعم الرئيس قيس سعيد في المرور إلى مدة رئاسية جديدة وهناك من يعتبر أن التوجه إلى صناديق الاقتراع يمكن أن يغير هذا الواقع ويمكن أن يبرز إلى السدة السياسة مرشحين جدد وهناك أيضا من يريد خاصة من الأحزاب التي تقاطع هذه الانتخابات والتي انتقدت هذه الانتخابات تريد أن تغير هذه المنظومة وتريد أن تصوت لأشخاص غير الرئيس الحالي وبالتالي هناك ثلاث أصناف تتزاحم وتتنافس من أجل أن يكون صندوق الاقتراع هو الحاسم في هذه العملية الانتخابية هو في الانتقال نحو ربما مرحلة سياسية جديدة في تونس ولكن الثابت والأكيد أن هناك نسب مصويتين كبرى جدا نحضناها هذا الصباح ولكن أيضا من اللافت أن هناك غياب أيضا للمنظمات التي تعودنا أن نراها في المحطات الانتخابية السابقة والتي كانت تراقب هذه العملية الانتخابية التي ارتأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تكون برمتها تحت رايتها وتحت صلاحياتها شكرا